ولأن العقول المصرية اللي موجودة فعلاً برا عقول شديدة التميز والتفوق يعني أنا كنت حتى بتكلم مع بعض علمائنا ويمكن حتى اللي عملوا الواي فاي يعني نحن بنتكلم على اثنين مصريين فحتى كنا بنتكلم في التليفون فقال لي جملة بقى لطيفة جدا قال لي بالمناسبة هو أهم عالم روبوتكس في الولايات المتحدة الأمريكية ويكاد يكون أهم عالم في الروبوتكس في العالم ده مصري فتحكت لهم عقولة قال لي معقول جدا لأن المصريين موجودين فيه أكتر من معهن ومن كلية تكنولوجية وعلمية على شتى أنواع وصنوف العلوم لكن هرجع هنا بقى على الهيئة أنا أول مرة أعرف أن احنا عندنا هيئة بهذا النوع تمول العلوم والتكنولوجيا فاهمي أكتر دكتور خليني أرجع بيك بس خطوة أن الهيئة دي بتتعامل مع مين بتتعامل مع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر حلو منظومة يعني لها عراقة يعني من فترة كبيرة العلم والتعليم في مصر يعني لبعد كبير بدليل الخرجين اللي احنا بنشوفهم والعلماء اللي احنا لسه بنتكلم عليهم منظومة دي فيها جامعات وده جزء كبير البنية التحتية فيها أهم جزء القاعدة العلماء المصريين اللي موجودين جوا مصر الباحثين المصريين الطلبة المصريين وده جزء مهم جدا ده المخرج بتاع هذه الجامعات من البرامج بتاعتها ففي طلبة في مصر ممكن نستعين بيهم ويشتغلوا كويس جدا في البحث العلمي وعندهم يعني الشغف للعلم وفي نفس الوقت بيطلعوا منتجات أو بيكملوا رسالتهم بشكل فيه تفوق وفيه ابتكار كبير كويس صعب الأجهزة معقدة فتوفير الحاجات دي كلها الدولة الحقيقة بتنفخ عليه بشكل كبير جدا وزي ما احنا شايفين عدد الجامعات في مصر شكله ايه عدد الجامعات الجديدة سواء جامعات أهلية سواء جامعات تكنولوجية ودي كانت فاجوة في مصر الجامعات الخريجة اللي هتعامل مع التكنولوجيا الفاجوة دي خلاص تبتدى يبقى فيه مجموعة جامعات حيطلعوا خرجين خلال سنة أو سنتين يعني يتعاملوا مع الجزئية دي فيه جامعات أفرق لجامعات أجنبية وده مهم الاحتكاك الدولي جامعات خاصة الحقيقة المنظومة دي محتاجة تمويل مختلف التمويل الكبير اللي راح للبنية الأساسية لازم يبقى فيه تمويل جديد اسمه تمويل تنفسي هو مش تمويل جديد تمويل بقاليات جديدة الهيئة دي انشأت في 2008 كسندوق لتنمويل العلوم والتنمية التكنولوجية الحقيقة تطورت عملت مجموعة من البرامج الكبيرة وفي إطار الفترة العشر سنين الأخرين أو خمس سنين الأخرين كان فيه إعادة إعادة ترتيب لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي السندوق ده تقلب هيئة وطلع له قانون خاص قانون فيه حوافز كتيرة جدا لدعم البحث العلمي فيه آليات انت عرف حرارتك الحركية بتاعة العلوم يعني بتبقى بشكل سريع جدا الآليات اللي في القوانين العادية اللي بتحكمها دي ما ينفعش انها تطبق على مشروعات بحثية وعلى بحثين فجزء مهم جدا ان انا ابقى متحرك مع السرعة اللي بيتغير بيها آليات العلم دي فالهيئة طلع لها قانون مخصوص يساعد على كده بالتوازي طلع قانون تاني اسمه حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يقدم مجموعة من الحوافز كمان تمكن الباحث انه هو يستفيد من الشغل بتاعه والاختراعات او الابتكارات اللي هو بينفزها حلو فالهيئة بتقوم بالتمويل التنفسي كويس كي التمويل التنفسي ده مبني على ايه مبني على استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 20-30 فيه مسارات مختلفة فيها كان مسار اصلاح تشريعي وده كان نتاجه انشاء الهيئة فيه مسار انتاج المعرفة مسار توطين التكنولوجيا الحقيقة مسار بناء الانسان المصري او جزء من الانشطة اللي موجودة في المصارات دي بناء الانسان المصري او العالم المصري الحقيقة التمويل اللي احنا محتاجينه للكلام ده لازم يتم بشكل تنفسي بيغطي كل الجمهورية كل الجماعات كل الباحثين اللي موجودين فبنعمل مبادرات مبادرات دي فيها اولوية او اولويات الخطة المصرية او الاستراتيجية المصرية امثلة كده مثلا زي ما قلت الاجهزة العلمية اجهزة بقت معقدة بقت يعني باهضة الثمن تشغيلها محتاج تدريب كبير جدا ومتخصصين على قليل التشغيل نفسها طريقة التشغيل وده يمكن بيختلف مش لازم الباحث هو اللي يوعد يشغل بنفس لا بيبقى فيه متخصصين عشان يطلعوا افضل يعني يعملوا يطبقوا التجارب افضل طرق الهيئة هنا بتخش او بتتدخل ان هي تبني مراكز تميز في الجامعات المصرية عن طريق ندقات وممدارات يمكن ان كان اخرها من اسبوع القابل اللي فات وزعنا مجموعة من العقود لتطوير مراكز بحثية مصرية في تخصصات دقيقة جدا يعني لو حديل حضرتك مثال مثلا في تخصصات مثلا اكترونية الدقيقة المستشعرات الصغيرة اللي بتنتج بينتجوا يعني مستشعر في مساحة اقل من مساحة الشعر واحد على متين الاجهزة دي موجودة في احد الجامعات الجامعة المصرية اليابانية من الناس اللي فازوا بمشروع ده حينعكس على الصناعة حينعكس على الباحثين مش هناك بس حينعكس على الباحثين في كل مصر جامعات زي جامعة دمياط عندهم مركز تميز كبير في الصناعات النسجية طبعا مركز قوم البحوث طبعا جامعة عن شمس واخدين مركز يعني على مستوى مصر كلها فيه 13 مركز بيتم دعمهم بأحدث التجهيزات اللي تساعد الباحث انه هو يعني يعني يقوم بالبحث بتاعه وعلى أعلى مستوى ويطلع له أحسن أفضل نتائج يقدر يبني عليها ترجمة نانسي قنقر